سلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة من انضبعات وان بيس حلقة تسعمية واثنين وثلاثين حلقة مبهرة حلقة رائعة وقلت أرد منها حلقة مميزة في داعم حب أشكر فيها لأن أحس الحلقة هذه حلقة تتردد كثيرة حب أشكر أخوي الغالي والذي أعرفه من زمان ناصر الجاسم على دعمه رائع وقلنا بالمرة نسوي حركة جديدة في طريقة التصوير نطلع الجدار أخرى مع الجرازك حركات على مهم قلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق طبعا الحلقة هذه حلقة هايبا يعني اللي يشوف انطباعي فيها يمكن كان باحتمال انطلد من البيت رابط لايب ريكشن للحلقة هتلقونا في مربع الوصف حلقة غير طبيعية في كثير ممكن يقول لها حلقة عيدية تمطيط يا رجل لما تتابع الأنيمي من منظوره معين تريد تحرف شنه اللي قاعد يصير فهذه كانت الحلقة الوحيدة اللي رجعت للفصل حقها أبي أشوف شو الفروقات بين الأنيمي والمانجا ليش احنا كمتابعين أنيمي نرى موازين قوة مختلفة عن اللي شوفوها بعض 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 يدعون هذا الخطوط يقوم بعمل تعرض بعض 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 هروا بعض بعض2020خ كمتابعين للمانجل فهموها خطا واقع من موازين القوة سوروه رجعت الفصل 936 الذي يريد انطباعي لم ألقاب بالحلقة هيوبلك ثلاثين الفصل من بدايته لنهايته طلع شيء منه في الحلقة ليفاتي طلع شيء منه في الحلقة هذي فما فيه اي حرق نهائيا تجدون ان تستمتعون بالفصل هذا اكتشفت ان الموضوع في المانجا اللي اراه هو تقديم زبدة للاحداث يعني شفت المشهد في المانجا اللي ضرب فيه لوبي بالهكي للجنود اللي ارسلهم لها كوين للحلبة وكان مشهد كذا وكان يحتاج شخص مثل ماجد صراحة انه يقرأ الرموز ويقرأ التأثير ومن ثم في الصور اللي التحت يقول اه اذا هو يمتلكه اه اذا هو استخدم هكي فتفهم ان الاكشن والكلاش اللي فوق صار هو تأثير الهكي الملكي وما كان ضربات معينة من لوفي لانه ما كان التأثير واضح ودقيق في الفريم اللي فوق عشان كذا انا في الانيمي ما اطيل زي ماجد ليش؟ لانك ان شفت التأثير انا اقول لك رأيي في التأثير وموقعه في القصة ماجد لازم يشرح لك شنه التأثير اللي صار وشنه الرياكشن هل الرياكشن حقهم استهزاء خوف ام صدمة شنه تأثيره على القصة فماجد عنده ثلاث محاولة انا ما احتاج اشرح لانك انت تشوفها فانت تشوف ان التأثير اللي خرج هكي خرج لوفي واثق ولم يخرج الصدفة ايضا هم نصف الجيش كان منصدم كوين كان مستغرب لم يكن هناك احد يستهزئ من قدرة لوفي ويدلنا اكثر ان كايدو لما سجن لوفي لم يعلم الجنوده بحقائق لوفي لماذا؟ لانه مطنش ولماذا هو مطنش؟ لانه هناك واحد من قبل عنده القدرة هذه والذي اعتقد انه كان يقصد بكايدو يستس كيد على عموم الحلقة بدأت بتحدي حلبة السومو ان لوفي لازم تساعد العجوز هيوغمو ويهرب ابا اذا انتصرف الحلبة بداية الحلبة كانت جميع الجنود كوين الموجودين ضد لوفي وكلهم باستخدام الاسلحة لوفي تخلص من اصفاد الكايوسيكي وبدأ يتكلم ويقول حان الوقت لابد ان احمي اصفاد الكايوسيكي يسمي طاقة مختلفة طاقة غريبة هذا الشيء لم يشرح في المانغا هل معناه انه ليس من موازين القوة؟ لا بعدين قدام تطلع اشياء تقول متى تكلموا عن هذا الشيء متى قالوه متى استفاد لوفي تطلع ترجع وراء وفي دليل في الحلقة على هذا الشيء جاء دليل في الحلقة هذه لوفي هنا قاعد يتعامل مع جسده وكأنه السلاح الجديد ليس من اللي هم تعود عليه ليس من الجسد اللي انا كنت معتاد عليه لشرح الاحساس اللي حاصله لوفي الحين قد يكون المثل قاسي بعض شيء يعني لا ارى قاسي ارى محفز لكن البعض يعني ذائقة المتابعين أصحاب القوى الخارقة البعض يسميهم أصحاب الظروف الخاصة أصحاب الهمم والبعض يسميهم أصحاب العزيمة والبعض يسميهم أصحاب الإعاقات هذا صاحب قوى خارقة أنا ترصني في لهم دائما يقول عنهم يا أصحاب الهمم يا أصحاب القوى الخارقة وليست الظروف الخاصة أصحاب القوى الخارقة يعني اللي يجيك مثلا يفقد البصر نعمة البصر لكن الله يرزق قوة خارقة في الشم في اللمس في السمع يسوي عملية تعيد له البصر هو كان يشوف بعدين صار لظاف افقده البصر فقوى عوامل اخرى ثم سوى عملية عادت له البصر ما رح يجع زي اول ليه لان في اجزاء اخرى نمت وطورت اثناء انعدام الرؤية لما رجعت الرؤية التأقلم من جديد ما يصير لا شوف يدرس اول شيء السنك بينما ما يراه وما يسمعه ليه لان قدرتك على الرؤية ووصول الضوء اسرع من وصول الصوت فسابقا كنا نرى التزامن احيانا ما بين البرق ورعد او صوته اسرع لكن الحين لما ترفع القدرة السمعية في استيعاب والتحليل ووصول السريع مع عودة استيعاب الرؤية ويكون تحليلها بطيء يتغير الموضوع فلوفي الآن قاعد يعيش المعضلة هذه انه يبيت اقلم في اشياء قوة عنده مثل العزيمة الهكي وبنيتها الجسدية وفي اشياء لم يستخدمها من فترة اللي فاكهته فكان هذا اول اختبار للكماته بعد معركته لكايدو كان اثناء توجيهة لللكمات يقول مبعد مبعد مما يعني ان في نظرية ماجد كان يقول لكم توافق عليها ان ريلي علم لوفي تقنية وقال ان يستخدمها في وقت معين وانا لوفي كان يستهدن الوقت في المناسب لستخدامها ونظرية ثانية ماجد دعمني فيها ان ريلي عطى لوفي الأساسيات وقال لها شيء ستتعلمها في المعركة فلوفي أخذت الاساسيات من ريلي لكن ريلي لم يكن يقدر يقاتلني في معركة الى الموت خلينا يشعر اني اقتل له لان انا يا لوفي اكتشف النواية نييتك خير لانييتك شار فما ستنفع الحيلة معي هذه يا ريلي فقال ليه لازم تخرج لازم تعيش تشوف تواجه فلوفي ويوجه للكمات يقول لا مش هادي مش هادي مش هادي طبعا هنا احنا منهدي هاللوفي حلل تصلب جسد كايدو على ان قدرة خاصة اما على ان قدرة فاكهته شيطان لوفي متعود على توجيه لكمات بالهكي لاصحاب اجساد فواكل الشيطان اللوقية وطريقة تشوف اللومي بس كيف توجهه لصاحب بارامينسيا او لصاحب زون فلوفي قعد يدرسها الى اجساد جنود كايدو لا تنس انهم فواكل شيطان كل جنود كايدو انهم فاكهة شيطان لووفي يوجه يقول ليس بهذا ما احتاجه ليس بهذا ما احتاجه يتذكر الملمس على جسد كايدو ويتذكر الملمس على جسد جنوده ليس بهذا اللي احتاجه لا ليس بهذا غير كافي غير كافي في شي انا قصني لكن لا اعرف ماذا هو فاذا سنحلل هنا من وجهة نظرنا ان لوفي توصل ان انا اتصلب كائده في الزون هو اللي معطيه الصلابة الجسدية فهو تذكر طريقة استخدام الهكي زون مهما وجهت له صلابة بجسمك وهو اقوى منك هذه حقيقة مثبتة قد يكون لوفي وصل لتحليل خاطئ قد يكون تحليلي انا محمد النعامي وقدم الحلقة خاطئ لكن الحقيقة المثبتة ان صاحب جسد الزون اصلب منك بدون هكي هذه ميزة من الزون مثل ما صاحب اللوكيا يتفكك ما يتأثر هذا ما لها علاقة بالهكي هذه ميزة من الفاكهة سواء كان جسد اللوكيا سائل كيف تجيب شي سائل لنبي سائل ونص بس لو قلني الحمام سائل وشيء اللوكيا صلب مثل الجريد وشيء اللوكيا غير ملموس مثل النور والرياح فهنا تحتاج هكي لتوجيه اللمسة للجسد هذا فالهكي انك تتصلب وتوجه الصلابة بقبضاتك الى جسده وتخلي جسد يتلقي الصلابة لكن لما تواجه مستخدم زون حتى لو حطيت تصلب ما رح يأثر فيه لان هو مستخدم هكي تصلب انت مستخدم هكي تصلب هو مستخدم فاكهة انت مستخدم فاكهة تعادل يتفوق عليك بايش تصلب الزون الزيادة في الجسد فتحتاج تعادل كيف اوصل هكي التصلب بحيث يتجاوز جسده الصلب بالفاكهة وسيط اصادهم هكي بهكي كيف الغي هذه فكيف لوفي يلغي النقطة الثالثة من كايدو بتحليله لتديبريلي ان مش جسمي الصلب ليوصل التصلب بالملامسة لان جسمي ناقل اضعف من المتلقي اللي هو جسم كايدو سواء قدرة كايدو هي بالفاكهة سواء قدرتها خلقية من جسم انها صلب او ايا كان كايدو متفوق علي فيها انا ضد التحليل هذا ان تصلب كايدو هو سبب عدم موته هذه واحد وضد ايضا ان كايدو صار اقوى مخلوق ولم يهزم فقط لانك لا تستطيع اختراق جسده لان هذه مينزة قد يذهبها اي شيء فهل هذا سيسقط كايدو من القمة لا من الحين سواء انت من شبيحة لوفي وشانك سميثلي او لا لا نظلم كايدو لان يجي نقول كايدو بيسقط بس مجرد متوجه لضربه هنا نتهز كيان كبير قاعد يبنيه الكاتب كايدو فخم قوي جبار فيه مميزاته الكيان القوي لا يسقطه ازالة حجر من احجاره لازم تسقط منظومته منظومه كامله فلوفي الى الحين اللي قاعد يفكر فيه احد المنظومات اللي احتاج اسقطها هي التصلب لتعامل مع الاشياء الثانية الدرع الاول اللي لازم اسقطشي الطريقة زي ما سوى ريلي اخلي الهكي يتوجه مباشرة هنا اللي المحت فاسلوفي اخلي الهكي يتوجه اطلقك سلاح واخليه يخترق جسمه لان صلابة الجلد لن توقف موجة الهكي لما اطلقها فكرة هل هذا كفيل باسقاط كايدو اذا كان هذا كفيل اذا كايدو لا يستحق لقب اليونكو فانا ضد ان يكون هذا كفيل هذا كفيل باسقاط دعامة واحدة من دعائم كايدو رجعوا الاستنبيدو فيلم وين بيس استنبيدو والله كأن الكاتب في فيلم وين بيس استنبيد يبيوصل لك الطريقة اول شي تفكيك الجيش اللي حوله اين تفكيك حلفاء ثلاثة تفكيك التصلب اربعة تفكيك غرورة نصل الى مرحلة صراع عزيمة بعزيمة مثل اللي صار مع لوفي ورب لوتشي وهنا المنتصر صاحب العزيمة الاقوى هل بيكون واحد ضد واحد مجموعة ضد واحد لا اعلم سانتظر هذا بالنسبة لمشهد لوفي اللي ما جاء في المانغا هو ان لوفي اول مرة ويوجه اللاكمات لجنود كايدو يقول ما بعد يبيلي ما بعد يبيلي وتذكر تدريب ريلي له هذا ما جاء في المانغا فهل هذا يسقط المشهد هذا من الاحداث لا ليه انا من قبل كنت اصوي نظريات واسويها قبل لا يجي شي في المانغا والنظريات هذه تتحقق في المانغا بناء على شيين مش شي واحد شيين حقائق من الانيمي بعدين اوجع للمشهد هذا في المانغا اذا احتجت اتأكد بس لكن ابنيها بنسبة 70% على اشياء اشوفها في الانيمي وتتحقق في المانغا بعد نظريتي بسنة سنتين يعني ما طلعت حتى في المانغا لما تكلمت عن سنجي ما طلعت في المانغا لما تكلمت عن النينجا انهم بيطلعون في ون بيس ما طلعت في المانغا لما تكلمت عن السحر ما طلع شي في المانغا فتحالفات طقم لوفي في درسولزا وانا ما احد بينظم مع لوفي هذا ايضا ما طلع في المانغا يوم تكلمت بعد سنة من نظريتي في اليوتيوب الكاتب ألفها في المانغا فهل معناها ان انا اتصلت على اودا هذا المعنى الوحيد اذا انت متى بتقتنع انها هذا تحليل معناه ان انا انا اولو اودا اسمع اليوم ما انسويت نظرية اي 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 محمد النعامي وانا يتعرفني يااخر محمد النعامي اي اي من السعودية اسمع 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 انا اليوم لا اطوله اسمع اسمع اي ناندي� season 1 انا لدي ناندي ناندي اسمع ناندي ناندي اليوم انا اضعيت نظرية في اليوتيوب اضعيت لك رابطها اترجمها شوف لك مترجم شوف لك مترجم مخلص اخلص اي بعد سنة بعد سنة مباقل تورطني مع الجماهير بعد سنة نزلها في المانجا اي لا تخاف لا تخاف اي بحول لك بحول لك اي يا ابن حلا لا تخاف ايه بحول لك بحول لك هذا مستحيل ان يكون صار هذا مستحيل لو صار معناه ان انا عندي قوة عظمى لا لا هذا مستحيل التحليل الثاني انا بعد ما طلعت مسلسل دارك رحت حق غار في الحسن سللت فيه ولقيت بوابة المستقبل ورحت عقب سنة قريت المنغا ورجعت سويت لك نظرية ايه قريت المنغا عقب سنة قبل لا تنزل عندك ورحت بالمستقبل وهذا يعطيني ميزة يعني وهذا مستحيل ثلاثة التحليل النقدي الفني والدرامي للقصة يوصلك الى حقائق رهيبة بشرط لا تستهين باي شيء مهما كان سخيف لدرجة نقول هذا فلا وتنطيط بسويلة سكب انا نظرية ان الننجا بيطلعون في وان بيس كان بسبب علامة حطها كاتب ناروتو لما انتهت قصة ناروتو حط لها علامة بطان بطان اللي تسلم رايا في مبسابقة الياباني اسلم لك زي المطوية كمل انت المهمة تقليد قديم في اليابان سلم كاتب ناروتو فقلت لهم انتظروا خروج الننجا في وان بيس هالشيء اللي اطلع لا في انيمي ولا في مانجا في لقاء تلفزيوني يا رجل لازم تربط وتحلل وتفهم الشخصية فالمشهد هذا عدم ظهوره في المانجا لا يسقطه من الحسبان لازم نستمر في متابعة الاحداث ونشوف هل سيتصادم المشهد هذا اللي شفناه اليوم في الانيمي مع مشهد اخر في الانيمي اذا تصادم معناها مخرج حلقة اليوم سلك لتسليكه للتطوير وجام مخرج حلقة بكرة وكنسل التسليكة هذه فنسقط المشهدين لكن الى ان يأتي ما ينقض المشهد هذا ما يحق لنا نعترض لانا قد يكون الكاتب طلب منهم هالاضافة ارجع تصريح هودا راح يتسمع ان اضافات طلابها في الانيمي عساس يدعم القصة ما يقدر يحطها في المانجا فهذا بالنسبة للمشهد الثاني لاضافة الحلقة ولم يظهر في المانجا انتخلنا المشهد ايضا الى الحمام وشفنا مشهد خارق اثنين كباتن قادة طاقة من السبانوفا والاثنين انضموا في جيش قائده وكل واحد قائد فرقة والاثنين هيبه اكس دريك باسل هوكنز باسل هوكنز وجهه لوفي ولاه وزورو وبهدلهم جننهم ما بهدلهم جننهم ما تفوق عليهم بس جننهم وزورو قال احتاج اكون الحال عشان اعرف اتفهموا اياه معاي ناس صعب التعامل يجي سنجي ويطاحنوا اياهم سنجي رجل الثالث في طاقم لوفي يطاحن رجلين من طاقم كايدو وهالاثنين كانوا قادة الطواقم في السبانوفا يعتبرون راس باسل مع قائده وواحد منهم واجه رجل اول والثاني في طاقم لوفي ترى المعادلة صعبة وقوية فما قلوم عشاق المانجا انهم يقولون ان سنجي مصخرة سنجي ما عادل الكاتب الهيفا لان هالمشهد لم يخرج في المانجا اللي خرج في المانجا ان سنجي جاي يحمي نامي وشينوبو بداخلة اكس دريك وباسل هوكنز اكس دريك يوم شاف المشهد اغمى عليه وسنجي هرب تم التغيير والتحوية في الانيمي انها لا رغم عليه قام شاف سنجي واجه سنجي ثم هرب هل ممكن انها شي يصير نعم لان معناها ان هروب سنجي في هالطريقة السريعة امام اثنين سريعين غير منطقي شلون فتحوا عيونهم شوفوه جالس واقف كذا ونامي وشينوبو وهروبن وراه متر استطاع يقفز يطفو يسرع يتفادى عشان يجيني الفريم اللي بعده في المانجا يعني الفريم الاولي سنجي قاعد على الارض وراه نامي شينوبو بروبن الفريم الثاني سنجي في السماء هذه قوة خريقة هزيمة ساحقة بدون حركة على الأقل هنا خلاهم يخذون يعطون معاه ام ده فتح عينه في الارض في الفريم اللي بعده في السماء فهنا نجي الى شيء اسمه التفصيل انا اعطيك ملخص تفهمه في المانجا مهمتك في الانيمي تفصل يا المخرج اللي كنت اقولها من قبل الكاتب يجيك في فريم يسملك الشخصية في اقصى اليمين وفي الفريم يسملك الشخصية في اقصى اليمين مهمة الاستيديو يعلمك يفصل من اقصى اليمين الى اقصى اليمين جاء دليل حي الفريم الاول سنجي على الارض وراه ثلاث بنات وامامه عدوين الفريم الثاني سنجي في السماء شايل ثلاث بنات وتحت في الارض عدوين ما يمدي يخبيتك يصير الحل ان اخذهم صاروا كلاش خفيف وقفز ولازم نظهرها في الانيمي هذه هي الفروقات اللي انا اتكلم عنها تنتقل بنا الحلقة الى طبعا سنجي اخذ البنات بيروح الى مدينة ايبسو من المفقود في مدينة ايبسو زورو اللي يسرق سيفها زورو اللي يسرق سيفها يواجه جامع اسلحة واستعرضوا لك قوة جامع الاسلحة قبل ليواجه زورو عشان تعرف انه مو بشي بسيط في الحلقة في المانجا ما جاءت مو رجعة اعتقد هذي في الشابتو هذا ما رجعت له الجامع قال اخذ سيف ريوما رجعتها للقبر وهالسيف مسروق قال زورو ادري طيب شي سويلك هذا الذي انكتب في المانجا الزورو قالري كن Rescue لكن بما اني انا اشوف انه عندك ما قال زورو برجعة او انا كنتوصال لها قال قل ما اشوف انك الاسلحة اوه عندك هذا وبدأ قتال حلو متابع من علي علي كلمة انسى سيفيوما انجامع اسلحة عندك كل هذا ويبدأ القتال كمتابعة مانقلة وانا شايفت الفصل هذا كنت بقول زورو لقى عند جامع الاسلحة هذا سيف قوة من سيف ريوما جات الحلقة توضح لك لا تبحر بعيد زورو يقول له انا قرصان وانا بحاجة الى الاسلحة وانت عندك كل هذا فهذا شي راح يخدمنا طبعا جامع الاسلحة هذا ما هيجمع سيور اي كلام عنده شي قوي وعنده شي اسطوري بس زورو مو بقاعد يتكلم عن شي مثل ما حس بالسيف الملعون انا حس عندك شي لا كنتكلم عن التوتل اللي عندك المجموع واحنا نحن فيما حالة حرب وانا بوضع احتاج اجمع اسلحة باستغلها الفصل للقتال معك وما يهمني كلامك عن اللصوص وشاف وكذا انا قوصان هادي جات في الانيمي ممكن تجي في المانقا قدام لانا انا ما حبيت اطلع بعد الشابتر هذا وشابتر ثاني اخفى حق على وحي انا اساسا ما اعتمد في انطباعات اني ارجع للمانقا وشوف شى اللي صار بس عجبتني الفكرة هذي ممكن اطبقها لو القى حتى اعرف اهم شي ما عاي فيها من الطاقم مش من بارد طاقم ما حق بل المساعدة هذه من بارد طاقم الطاقم يعفوك في وصلون للفكرة بدون ليحرقون عليه واحد من الطاقم يعطيني الفريمات حقه الحلقة لان في بعضهم يعطيك الفريمات يقول لك ركز الفريم هذا ترى اللي صار كذا 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 وهم غيروا في السيديو انت هنا اثرت على رأيي بيصير فاسي فكرة ماجد وعبد الجليل يعطيني يقول لي بس ركز في الفريم وخلاص انا عافشة صيد لا تغير نظرتي عن جهة الى جهة ممكن اعيد المهمة هذي قريبا واذا عجبتكم فالنطباع قولولي ان شاء الله اني اشوف احد يساعدني فيها بشرط انه ما يأخرني كنت صاحي معاي الصباح هذي اذا انت من الطاقة من بار الطاقة ما حق بل المساعدة اذا انت من الطاقة لا تيجي تقولي بسويها اللي اذا انت واظق انك بتنصح الصباح لا تأخروا الانطباع اه يزعلون عليك الودافين اتمنى الحلق الانات عجابكم استحسانكم في النهاية اقولي ما علي سبحانك الله وما بحمدك اشهد ان لا اله لا تستغفوك واتبو اليك دلسوا نشتراك في القناة لايك ونشوفكم على خير